هنا موقع على اساس مسلمة المقاول خلاص طلع مننا يعني كان هنا في باب خلفي يدخلوا مننا في البضاعة تقريبا عشان مداير بعد ما كمل سكر الباب مباني ما فيش ربط بين البومش الجديد والبومش الجديد لتلاحظ هذا فاصل بالطول وهنا يفاصل بالطول نفس الشي ما فيش ربط اي نوع من ربط بين البومش الجديد وحتى في فرق اصلا في الارتفاع تلاحظ هنا فرق المنسوب باهي هنا العتبة طبعا النووية طرفين مرتك بومشي عشرة نايم وطرفين مرتك اللي هو المرتك اللي هو اللوح خشب يعني عتبة لوح هذي طبعا كلها هتشقق بعد الملعقة تمام وهتدير فاصل طبعا الخدمة مش مشي حالك يعني دون المستوى صراحة هنا غلطة ديما نشوف فيها الغلطة هذي ديما في اكتر من موقع هنا عنده عتبة كبيرة عندك عد بومشي ثلاثة أربعة خمسة يعني زوز متر وعشرين تقريبا عرض النافذة طبعا الصفة هذي اكتر حتى زوز متر وخمسين الصفة هذي تم زيادتها بعدين لاحظنا كيف فاصلة من تحت العتبة مسافة تحميل العتبة الطويلة هذي من حوالي ثلاثة متر مسافة التحميل هنا لو تلاحظ لا تتعدى إلى عشرين سانتي قل حتى من عشرين سانتي نصف البومشي شوف تحميل العتبة هنا كيف طبعا هذا الكتف كله تم زيادتها بعدين هذا ما يشيلش لانه هذا تحت في مسافة حوالي سانتي بينه وبين العتبة يعني ما يمشيش هنا نفس الشي مسافة التحميل الأصلي هذا الكتف طبعا زيادة حتى هو هنا مسافة التحميل عشرين سانتي او اقل حتى بزوز سانتي المفروض على الاقل كان يحمل من كل جهة أربعين أربعين أو حتى أكتر من أربعين أربعين يعني شغل تعبان جدا هنا شوفوا الديكور اللي هو خادمة طبعا زوايا مفيش بكل شوف التعشيش كيف طبعا هذا المقاول هنا سلم وطلع يعني سلم الشغل وطلع منه شوف الشغل كيف يعني الديكور يبي ملعقة واشبح يجيه ما يجيش طبعا شوف ميول الكتف حتى الكتف الحيط نفسه مايل تمام شوف صبط زوايا لعمدة اللوحة بتاعها قاعد موجود من حاشي كلها يعني شغل مش عارفين لوحد يقول عليه الحق هنا عنده كتف ديكور خارجي هذا لاحظ العمود هنا عنده كتف ديكور المفروض الكاتينة تكون مرسومة مع الديكور هنا البومشي في الهواء تمام الكتف هذا مايل الكتف هذا اللي هو الديكور مايل بعدين راجع مايل يعني كان واحد يسوق يسوق في سيارة ويمتع بها من الأخير وضع صعب سيئ جنب السقف حديد باين كانت حديد باين مفيش كفر بكل هنا مش عارف باينه في الصورة ولا مش باينه ما فيش حديد باين برا طبعا هنمسلم وطالع المقاول